على مدار نحو العقدين الماضيين برزت في العراق حالة من الفوضى والفساد اثرت بشكل سلبي على جميع مفاصل حياة المواطنين ولم تكن ممتلكات العراقيين استثناءة بعد ان تنوعت طرق الاستيلاء عليها ما بين التزوير والاحتيال او السيطرة عليها بالقوة عندما تذكر قوة السلاح في العراق الجديد لا تغيب عن الاذهان صورة الميليشيات اذ عملت هذه الاخيرة خلال السنوات الماضية على الاستيلاء على عقارات المواطنين في عدة محافظات ابرزها بغداد والبصرة ونينوى بشكل خاص لا سيما بعد ان سيطرت ميليشيات الحجد على سهل نينوى عقب انتهاء المعارك العسكرية عام 2017 وكنتيجة حطمية اضطر المسيحيون الى ترك مناطقهم في تلك المحافظات بسبب التهديدات المتتالية او بيعها باسعار بخسة وفقا لكتلة الرافدين النيابية وللمفارقة فعلى الرغم من محاولات السلطات الحكومية المستمرة الظهور امام انظار العالم بصورة الداعم لحقوق الاقليات عبر الاتها الدعائية وثقت الكاميرات عمليات استيلاء ميليشيات على ارض تابعة للمسيحيين في بغداد بالتزامن مع الزيارة لبابا الفاتيكان للعراق في شهر اذار من العام المنصر لتتلاشى اي ملامح متبقية للدولة وليس غريبا في بلد كالعراق ان تتحول السلطات ذاتها التي تعترف بوجود ظاهرة التلاعب باملاك المواطنين الى خطر حقيقي عليهم لا سيما بعد ان تزايدت عملية تزوير سندات الملكية ونقلها من اصحابها الى اخرين من دون علمهم وذلك بالتورط مع موظفين حكوميين وفقا لتقارير عديدة ومع استمرار غياب جميع ركائز الدولة وانعدام القانون الرادع تستمر فصول مسلسل الظلم الذي يطال العراقيين وربما ذلك يفسر اسباب هجرة البعض وشراء عقار لهم في دول المجاورة هربا من الواقع المظلم الذي يفرضه سلاح الميليشيات والفساد الحكومي المزمن منذ عام 2003 اشتركوا في القناة